صباح الخير رولا إذن تفاصيل معك حول الأسماء الجديدة والتي وعدت أمريكا أو واشنطن بمكافآت لمن يدلي معلومات عنهم بداية صباح الخير إلك إنجي وللمشاهدين بالفعل على ما يبدو فإن واشنطن تضيق الخناق على عناصر ميليشيا حزب الله ومن يتعاون معهم وهي مستمرة بعرض المكافآت المالية لمن يدلي بمعلومات عن عناصرها فبعد أن ذكرت بالأمس بمفكافآت بقيمة خمسة ملايين دولار لكل شخص يدلي بمعلومات عن يوسف خليل حرب وهو مستشار الأمين العام لحزب الله الإرهابي حسن نصر الله وهيثم علي تطباء القياد العسكري الإرهابي في الحزب اللبناني نفسه والذي يعتقد بأنه ينشط في سوريا واليمن عادت أيضا لعرض نفس المكافأة المالية أي خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض على ثلاثة إرهابيين آخرين ينتمون إلى حزب الله اللبناني صور هنا خلفي سنبدأ بمحمد علي حمادي وهو إرهابي في حزب الله مطلوب لدوره في اختطاف أيضا طائرة تي دابليو اي رحلة ثمانمائة وسبعة واربعين عام خمسة وثمانين وقتل خلالها أو قتل خلالها الخاطفون مواطنا أمريكيا كما أنها وضعت في أسفل الإعلان رقم هاتف يمكن التواصل معه عبر تيليجرام وسيجنل وواتساب لإعطاء معلومات أيضا إرهابي آخر وهو علي عطوة أيضا من ميليشيا حزب الله وهذه صورته تظهر أيضا خلفي وأيضا هناك شخص ثالث ويدعى حسن عز الدين هذا حسن عز الدين تم اتهامه بدور في اختطاف الطائرة تي دابليو اي التي ذكرناها وقتل أمريكي وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو عام خمسة وثمانين عندما قام إرهابيون ينتمون للتنظيم اللبناني بخطف طائرة خطوط تي دابليو اي في طريقها من أثناء إلى روما ثم حولوا وجهتها إلى بيروت لتغادر بعدها من هناك إلى الجزائر العاصمة ولكن في بيروت اكتشف الإرهابيون هوية الغواص في قوات البحرية الأمريكية روبرت ستيثم حيث ضربوه وقتلوه ثم ألقوا بجثته على مدرج المطار وكان المذكرون الثلاثة من بين عدة مسؤولين عن هذا الهجوم إنجي شكرا جزيلا لك رولا شكرا